يسر صباحكم نصحتنا لهذا اليوم للناس اللي محهم شقيقة أو صداع نصفي أول شيء لازم نبتعد عن تناول اللحوم المصنعة والمأكلات التي تحتوى على الأصباغ والملونات الصناعية أيضا من المشروبات التي يحبذ أن تشرب لمرضى الصداع النصفي أول شيء شرب البابونج شرب نبات اسمه الناردين المخزني أيضا شرب النعنى وقتليل الجبل من المشروبات الرائعة لمرضى الصداع النصفي من الوصفات الشعبية القديمة أنه نحن نجيب نبات اسمه كاف مريم نحطه على الفحم ونستنشق البخار الناتج من حرق نبات كاف مريم أيضا بإمكاننا نجيب الملفوف نسلقه ونضع الملفوف المسلوق على الجبهة لمدة 15 دقيقة راح إن شاء الله نشعر بتحسن كبير بالنسبة للصداع النصفي